اهلا فيكم حبايبي برج الدلو في قناتي راح نجوب شو هي توقعاتك العاطفية لمن وقت مشاهدتك للفيديو الى اخر الشهر القراءة مثل دائما راح تكون للبرج الشمسي والقمري والطالع وايضا تقبل العكس يعني اذا انت عم تتعامل مع برج الدلو ممكن تحس انه بعض الاشياء اللي بحكيها طاقتها تكون مشابهة لطاقتك او بتنطبق عليك القراءة طبعا عامة يعني مش راح تنطبق على الجميع ولكن ممكن يكون في الفيديو رسالة او مقطع معين او جزء معين انت تحس انه فادك او تحس انه بينطبق عليك فانت خد من القراءة فقط الشي اللي بيفيدك والشي اللي ممكن تستفيد منه بينطبق عليك وترك الباقي راح نبلش بطاقتك انت بعدها راح نشوف طاقة الشريك والحبيب خطواتكم في المستقبل وايضا مصير العلاقة او شو ممكن راح يصير بينكم في المستقبل بدنا نسحب فقط كروت توضيحية بعدها راح نبلش بالقراءة طيب نبلش بقراءتك اول او بطاقتك اول انت يا برج الدلو انت عم تركز حاليا عم شوفك مركز حاليا بكيف تشافي حالك او كيف تداوي حالك او ممكن تكون كتوم ببعض المشاعر اللي عم تحس فيها وشوي دفاعي عم تشوف قلبك مكسور مشان هيك عم تحاول انك تتشافى او تدعوى في اشي جارحك بشأن شخص معين او بينك وبين الحبيب في اشي مسبب لك نوع من الحزن واللي انت عم تحاول انك تتشافى داخليا ايضا عم شوف انه انت من الوضع المادي في عندك مشاريع جديدة او في عندك فكر جديدة فكرة جديدة او حتى مجموعة افكار جديدة عم تحاول انك تشتغل عليها عم تحاول انك توسع طاقتك بالمجال المادية ايضا بتشوف انه وضعك المادي مهم بعلاقتك بعضكم بيشوف انه انك تتطور من الناحية المادية مهم لعلاقتك ممكن الشخص اللي عم تتعامل معه انت بتحس انه بتطلب او بده شخص كتير ناجح عم شوف انت عم تمر حاليا بدورة معينة او في عندك اكتمال من نوع معين ايضا في شخص بحياتك بدك تتواصل معه ولكن عم تمنع حالك من انك تتواصل معه لانه انت مجروح عاطفيا او يعني زعلانه متحسس من الشخص اللي عم تتعامل معه ولكن عم شوف بدك تتواصل معه او بدك العلاقة بينكم تتطور اكتر ولكن عم تمنع حالك من انه انت تقوم بالخطوة الاولى او عم تحاول انك تكون متحفظ وكيتوم اكتر بالنسبة لطاقة الشريك او طاقة الحبيب طاقة الحبيب عنده مشاكل كتير بالبرايد او بالايغو او بكرامته ممكن انت ايضا نظرتك لهالشخص تشوف انه هو شخص كتير مش متعالي او مش شايف حاله ولكن ما بيحب انه يتأسف بس يغلط او عنده كرامة كتير عالية هالشخص اللي عم تتعامل معه ايضا بتشوف انه هو شخص تنافسي او شخص لازم هو اللي كلمته اللي تمشي عم شوف ايضا هالشخص طاقته الحالية في عنده هدف مادي عم يطمح لالو لسه ما وصل لالو بالتحديد لسه عم ينظر لالو من بعيد ولكن عم شوف انه بده يطلع منتصر بالوضع المادي ايضا بالعلاقة بينكم ممكن تكون انت وهالشخص لانه عندكم اوراق مادية كتير عالية فممكن انت وهو اشخاص محفزين كتير من الناحية العملية او بتحب انت وهو بتحب انه تنجحه من الناحية المادية يعني مثلا اذا انت برج الدلو رجل وشخص اللي عم تتعامل معه امرأة هالامرأة بتحب تكون مستقلة بحالها بالذات من الناحية المادية عم شوف انه دائما بتحب الانتصارات هالمرأة او ممكن يكون العكس صحيح بالنسبة عم تحط هالشخص عم يحط مجهود بالعلاقة او عم شوفه عم يشتغل على التفاصيل الصغيرة بالعلاقة ممكن ايضا انت تشوف انه هو شخص كتير او كتير بيركز على التفاصيل الصغيرة وانت بتركز على الصورة الاكبر للامور او على المنتوج النهائي للامور لانه عندك فهالشخص عم تشوفه انه بيحب يركز كتير على التفاصيل الصغيرة ايضا عم تشوف انه طاقته نارية هالشخص اكتر فممكن يكون هو الشخص الحركي اكتر بالعلاقة ممكن تكون انت الشخص الهادئ الشخص اللي بحب يحلل الامور ما بيحب يتسرع باتخاذ الامور بعكس هالشخص ممكن يكون شوي مندفع او شوي متهور باتخاذ القرارات مع انه بيركز على التفاصيل الصغيرة الى انه يكون مندفع باتخاذ القرارات ايضا هالشخص اللي انت عم تتعامل معه ممكن يكون طبيعة الاشي اللي بده يساوي او طبيعة نجاحه بالعمل بتطلب نوع من الالوجين او بتطلب نوع من الوهم او خلق صورة وهمية يعني ممكن الشخص اللي عم تتعامل معه يكون في عنده كذا شخصية او كذا شخصية معك وشخصية بتطلبها وظيفته يعني مثلا ممكن يكون ممثل او ممكن يكون شخص كوميدي شخص يقدم انترتيمنت او يقدم الترفيه فلابد انه يخلق شخصية معينة فعم شوف هالشخص من ناحية يعني عم شوفه عم يلبس شخصيات كتير او ممكن يتغير ويتحول من شخصية جادة الى شخصية عفوية الى شخصية صغيرة الى شخصية كبيرة يعني هالشخص كتير بيتنقل بين عدة شخصيات فانت بتشوفه من هالناحية بيجذب نظرك هالشخص لانه ما بتمل منه دائما فيه اشي جديد بحياة هالشخص او دائما عم يقدم لك اشي جديد او دائما بتشوفه بشخصية جديدة او بصعب عليك صعب عليك انك تفهمه لانه دائما فيه اشي جديد بتكتشفه بخخصيته او بطبيعة هالشخص طيب بالنسبة للي طاقة المشتركة بينكم شو ممكن يكون سبب الخلافات اللي بينكم الكمي فهالشخص هالكرت كتير بيناسب هالكرت لانه الكمي ممكن تكون بتشابه ورقة الساحر او ورقة بمعنى انه فيه طرف بينكم ممكن يكون كتير منغمس ممكن الشخص اللي عم تتعامل معه يكون كتير منغمس بشخصية اللي بيظهرها للعالم او الشادو سايد الشخصية الاخرى بحيث انه صعبت الامور عليكم انه تتقربوا من بعض او انه يكون فيه صراحة مطلقة بينكم بين هالشخص ايضا فيه كتير فيه كتير اوراق فيه كتير سبعات عم تطلع عم تطلع عندي سبن سبن فممكن رقم سبعة يرمز للبعض منكم باشي معين ايضا هالشخص في عنده اختيارات كتير يعني السبب الخلافات اللي بينكم ممكن تكون انه علاقتكم مش كتير مستقرة مع بعض فيها طلوع ونزول كتير ايضا فيه بينكم حب وتعتبروا بعض مثل السولميت ولكن فيه فيه بينكم بعد المسافة ممكن تكون بعد بين مسافة حرفيا يعني انت بمطرح وهو بمطرح وايضا ممكن تكون انت وهو بتشوف انه انت وتوافقين كتير مع بعض ولكن فيه دائما صرف عم يحاول يبعد الشخص الآخر من حياته او عم يحاول يخلي مسافات قدر المستطع لانه عندك فانتو تنظروا على بعض مثل الامنية بدكم ياها تتحقق ولكن في الوقت الحالي لسه هي امنية لسه ما تحققت لسه بعيدة بعيدة المدى ايضا فيه بينكم فيه بينكم كتير تقلب بالعلاقة لانه فيه عندكم بيكون Ace of Wands وبعدين King of Swords يعني فيه عندكم دائما بيصير بدايات جديدة بسرعة وبتنتهي بسرعة ايضا او دائما الوضع بينكم بتحسن بسرعة وبعدين برجع ينقلب الوضع بسرعة ايضا 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 العلاقة بينكم ايضا ايضا انت وهو اشخاص كتير تستخدموا المنطق لتحليل الامور سواء رجل او امرأة الطرفين بها العلاقة اشخاص بيحبوا كتير يستخدموا المنطق لتحليل الامور ما في كتير او ما في كتير تعاطف يعني من الناحية العاطفية ما في تعاطف للامور الوضع بيحل المشاكل بينكم وبيحل الامور بيكون كتير منطقي بالذات للطرف هاد ممكن تكون عكسية ممكن تكون انت هالطرف بس بالذات للطرف هاد اه في عنده كتير كرامة عالية فهو دائما بيستخدم المنطق بتحليل الامور طيب نشوف خطواتك القادمة في المستقبل فانت بالمستقبل حاليا ممكن تكون مشوش او ضايع شوي بانك تكتشف شو الاشي الهدفك في الحياة او اللي المفروض تساوي في الحياة فعم شوفك عم تركز اكتر او راح تركز اكتر بالمستقبل على انه تكتشف شو المفروض اللي تساوي بالحياة سواء كان من ناحية عمل او سواء كان من ناحية عاطفة سواء كان من ناحية شخص عم 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 شوفك كتير عم تحاول تفهم هدفك بالحياة ممكن الزواج مع هالشخص لانه لانه عندك تهيرفنت تهيرفنت او البابا شخص روحاني الطاقة رح تكون بالمستقبل شوي بطيئة طاقتك بالتحرك او طاقتك بانك تكتشف شو اللي بتريده ممكن انت عم تحاول تفهم طبيعة العلاقة بينك وبينها الشخص وتشوف انه هو هل تحاول عم تكتشف انه هو فعلا الشخص اللي بدك تكمل حياتك معه ولكن عم شوف انه بالمستقبل عم تفكر انه تكون جدي اكتر تكون اكتر او تكون منطقي اكتر في عندك ايضا في عندك فرص مادية رح تيجيك عم شوف بالمستقبل او رح تقابل شخص ايضا ممكن انت محضوط او رح تنحط بطريق بالمستقبل لانه في عندك two of ones في عندك اختيار بين شيئين في عندك شيئين لازم تختار منهم فممكن بالمستقبل انت بدك تحاول بعض منكم يفكر كيف يوفق بين المادة وبين الحياة العاطفية العاطفية وبين الشخص اللي عم تتعامل معه ممكن انت عم تحس انه في اشي عم يأخذ من اشي يعني اذا ركزت كتير على الوضع العاطفية عم يأثر على وضعك المادي فالبعض منكم عم يحاول يوجد نقطة الوصل نشوف خطوات الحبيب القادمة حبيبك او شريكك عنده فينيكس رايزن يعني هالشخص عم يمر بتغيرات جذرية بحياته حاليا وفي عنده شفت او في عنده صفحة جديدة رح يبدأ فيها او مطرح جديد رح يبدأ فيه ايضا بده يحكي على الابراج اللي عم تتعامل معها قبل ما انسى ممكن تكون عم تتعامل مع ابراج هوائية ابراج مائية مش كتير نارية بس يكون ممكن شخص شوي متهور ايضا ممكن عم تتعامل مع برج السرطان لانه الكرت بتوع برج السرطان الغالبية كرت السرطان طلع مرتين طلع بيهدك وبيهدك فالاغلبية ممكن برج السرطان او شخص فيه عنده مي كتير بالخارطة الفلكية تبعته وهوائي ايضا فيه عنده طاقة كتير هوائية ولكن بالمستقبل عم شوف انه فيه عنده هدف هالشخص عم يسعى لأجله فيه عنده تقدم رح يصير كتير منحوض وكتير سريع عم شوفه من الناحية المادية الشخص يعني متمكن او فيه عنده انه المادة طبعا مش كل اشي ولكن بيفهم انه هي اشي كتير مهم من اجل تكوين اسرة او تربية طفل او اشي مثل هيك عم شوف انه هو فيه شخص كتير مصمم اذا انتو منفصلين مش عم تحكوا مع بعض شخص فيه عنده كتير ارادة وتصميم انه دائما كل ما الامور بتخرب بيصلحها مرة تانية او مستعد انه يحط المجهود مشان يصلحها مرة تانية او يصالحك مرة تانية او تتوفقوا بالعلاقة مرتانية يعني عم شوفوا شخص كتير صبور مع انه متهور ومتقلب المزاج الى انه ممكن يتحمل كتير شخص مرن يعني ممكن يتحمل كتير ممكن تتغير طاقته ساي مش عم بعرف احكي اليوم ممكن تتغير طاقته كتير ولكن شخص بيتحمل كتير كتير فليكسبل عقليته منفتحها بيحب يسمع آراء أخرى طيب نشوف تعقدكم بالمستقبل شو رح يصير ساي هالكارت يجا بنفس المطرح لبرج الجدي فإذا بتحب تتابع القراءة هديك ممكن تفيدك باشي معين لأنه بنفس المطرح يجا فبالنسبة لتعقدكم بالمستقبل عم شوف أنه في عندكم شفتس وتغيرات رح تصير بينك وبين هالشخص في بينكم لسه رح يكون في تحفظ بالمستقبل لأنه الوضع المادي رح يكون منيح بينكم لأنه أنتو هو أشخاص كتير مصممين في عندكم عزيمة وإرادة أشخاص أيضا بدكم تكونوا أسرة مع بعض أنتو وهو عم شوفكم عم تطمحوا إلى تكوين أسرة مع بعض برغم التشوش اللي ممكن تحسوا فيه وعدم اتخاذ القرار ببعض الأمور أو في عندكم شوي اللي خبطة باتخاذ القرار إلى أنه الهدف النهائي بالنسبة للكم الاثنين هو تكوين أسرة هو عم تشتغلوا الاثنين لحتى توصلوا لهالهدف وتسهلوا هالهدف قدر الإمكان أيضاً عم شوف شوي بالمستقبل فيه دفاعية بينكم شوي فيه تحفظ بينكم ولسه فيه شوي فرد سلطة بينكم يعني لسه رح حبيبك أو شخص اللي عم تتعامل معه كتير عنيد من اللي مبين بالقراءة مبين أنه الشخص كتير عنيد أو فيه بينكم وبين بعض كتير عند وعم تحاول أنه يعني كل واحد يفرض سلطة بالوضع أو ممكن أنت تحس أنه عم يحاول دائماً أنه يفرض سلطة إذا أنت رجل ممكن الامرأة اللي عم تتعامل معها تكون امرأة شخصيتها كتير قوية وإذا أنت امرأة ممكن رجل اللي عم تتعاملي معه يكون شخصيته كتير كتير قوية أو بيحب يكون هو اللي دائماً مسيطر على الأمور ولكن عم شوف أنه الطريق بينكم شوي صعب شوي في تحرك في ما في خط ثابت لحد الآن يعني لسه في طلعات وفي نزلات ولكن الهدف النهائي يعني برغم المشاكل اللي عم تصير بينكم الهدف النهائي للطرفين بها القراءة بها العلاقة هو أنه يكونوا أسرة مع بعض وعم يشتغلوا كتير مشان يكونوا أسرة مع بعض عم شوفكم عم تعتبروا بعض سول ميت ورفقاء درب أيضا ممكن تكونوا الاتنين عم توفروا من الناحية المادية من أجل هالعلاقة للبعض منكم اللي عم تصارح بأنه بدوا يكون أسرة مع هالشخص عم شوف أنه انتو الاتنين عم تخبوا إشي مادي ممكن عم توفروا إشي مادي من أجل خطوبة أو زواج أو من أجل صرفيات من أجل أنه تنفقوها على إشي معين أوكي حبايبي برج الدلو بتمنى القراءة تكون فاتتكم وحبيتوها إذا حبيت الفيديو لا تنسى تحط لي لايك وكومنت شار وسبسكرايب إن شاء الله رح شوفكم في فيديو قادم شكرا